طبعاً تلخيل دعوا أن أحضر الإفتتاحية وهذا شرف لي يعني أن أحضر إفتتاحية ميديا حق دوري الإيطالي ويكون ممكن الأول في شرق الأوسط وهذا شرف لي وبالعكس أشرف لنا نحك إماراتين أن يكون لدينا مثلاً دوري نفس هذا دوري تاريخي أن يكون تحت إشرافنا نحن هذا شيء يعطي طموح ويعطي حتى استمراريه في العمل اللي نسويه في الكرة في الرياضة وبنستفيد من طبعاً من الخبرات دوري الإيطالي حتى في ناحية الكرة مثلاً من دربية من لعيبة حتى من ناحية إعلامية وتنفيذية وأعتقد هذا الشراكة اللي بين دوري الإماراتي ودوري الإيطالي جداً مفيدة لطراخيين بالعكس نسو ما قلت أن دوري الإيطالي دوري تاريخي فأعتقد أنه يكون في شراكة بين دوري الإيطالي ودوري الإمارات من ناحية أنه لعيبة تاريخيين لعيبة محتزرين يعطون صبراتهم حق لعيبة في الإمارات نستفيد من صبراتهم ونعقلياتهم وبالعكس يعني أعتقد ما بيقصرون في هالأمور طبعاً دافع الأساسي للشراكة هي مش للماركتينج هي للبناء وتطوير الكرة هنا في الإمارات وحتى من ناحية دوري الإيطالي عندهم من فكرة أنه عندهم من يطورون سمعة دوري الإيطالي في المنطقة فأعتقد أنه يمكن من على المناطق مشاهدة الإمارات والسعودية من ناحية المنطقة فالمتابعة فهذا يعني أعتقد أن طموحها متبادل بين ناحية وبينها فإن شاء الله التوفيق لنا أكيد أنا من ارتباط من اللعيبة يمكن عندي من نادي ميلان عندي لعبينة وثلاثة لعيبة يعني منهم هرناندز عارف أنه في علاقة وديدة بينهم بس أنا علاقتي مع ميلان يعني علاقة من طفولة يعني من الطفولة أنا شجع هذا النادي لأنه نادي عريق ونادي تاريخي وطلع أسخة طير فأنا تعلقت في هذا النادي من أنا صغير كنت أتابع لعيب العالمين مثلا نفس كاكا مادينة نستا شفشنكو فأرتبط في هذا النادي وأعتقد أن هذا النادي يعني ينتمي لي أنا فإن شاء الله يوم الأيام نقدر نكون هناك نساء والله الحمد لله نحن أول شيء التواجد من بطولة الدوري كان دوري جدا صعب يعني من أصعب الدوريات يعني مرت على دوري الإمارات والطموح للموسم الياء أنه لازم ما نوقف على اللي سويناه مثلا موسم نطاف خلاص نحن لا بننسى أنه نحن الأبطال لازم نبدأ موسم جديد كل اللي نديها جاهزة ونحن جاهزين على عد استعداد والطموح أنا كطموح شخصي أنه أقدر أفيد المنتخب في المرحلة الياء في كاس آسيا ونقدر نروح بعيد وإن شاء الله نحقق الوطولة الدوري الإمارات الثانية لدينا مبارتين ملحق لازم نخلص من الأولى بعد أن لدينا مباراة ثانية تكون قوية مع نصر السعودي لكن لازم نفكر مع البطولة المباراة الأولى نفوز كيف نقدر نفوز فيها وإن شاء الله عقوب الباقي بندور لحال إن شاء الله